اشتركوا في القناة يكفي بجد كم الحب والاحترام من الناس كلها في المجال الرياضي او حتى كجماهير وحتى جمهير سواء جمهير الزمائك في المباراة في المباراة الاخيرة والجمهير النادي الاهلي برضو ذكرى يعني بصراحة كلنا كنا حزنانين ربنا يرحمه وربنا يغفر ليه وان شاء الله بإذن الله حقه يرجع والامور تبقى افضل في الفترة اللي جاية طبعا اكيد استمتعنا بمباراة النادي الاهلي وبربز بصراحة من فترة كبيرة جدا بان يعني دخلين في سنة ما شفناش مباراة متعة كده فيه منافسة قوية جدا برامد سفريق قوي النادي الاهلي عايز يحافظ على اللقب بطر القرى لرقم 12 رايح المباراة مستعد بشكل كبير جدا لعيب عندها دافع جمهور النادي الاهلي كان مال المدرجات تشجيع من اول دقيقة موضوع مختلف موضوع تراجد الجماهير وان انت بقى عندك قاعدة جماهيرية في ظهرك وبتساعدك وعندك قاعدة علامية بتفرق مع طبعا مع احترام الامكانات برامز عندهم امكانات لعيبة كويسة على اعلى مستوى بس يا جماعة الجمهور ده حاجة مختلفة حاجة مختلفة كده تشجيع ومن اول دقيقة لاخر دقيقة كل ده بيد دافع المباراة بصراحة كانت مباراة حلوة بانا في كتير ما بنتكلمش في كورة فاكرين الفترات اللي فاتت كلنا بنقعد نتكلم دايما على مشاكل وعلى الزمات وده الكذا وده الكذا وفي الاخر ما بنتفرجش على كورة لاول مرة بصراحة الموسم ده نتفرج على كورة ممتعة حاجة كده فيه منافسة فيه خدوهات خدوهات زي ما بيتقال الاهلي تقدم بعد كده بيرامد ازتعادل وبعد كده بيرامد ازتقدم في الشوت التاني بعد كده تعادل من دربة جزائلي وسامة ابو علي بعد كده في اخر دقيقة القاضية طبعا افشا هتكلم عليه في الاخر خالص لانه هو ليه حاجات كده بصراحة في الفترة الاخيرة انا بحترمه فيها وهتكلم عليه وديله حقه المباراة في المجمل بصراحة هو زي بقولت مباراة ممتعة مستمتعين فيه هتوخد كده فيه فيه رايح جاي فيه هجمة هنا وفيه هجمة هنا وفيه امور فيه شغل لكورة زي ما بيتقال طبعا خبرات لعب النادي الاهلي والحماز بتاعهم بتفرق بتفرق ان انت الخصم بتاعك قوي وكسبانك بس فرق المعنويات وفرق الروح هي كرة روح يا رجال يعني هي كرة روح حتى لو خسران عندك الاسرار وعندك العزيمة وهي دي مميزات النادي الاهلي ان الحد اخر ثانية بيقاتل لحد اخر ثانية ما عندوش يأس والخصوصا كمان غضب النادي الاهلي او غضب لعبة النادي الاهلي بعد ما يبقى خسران بصراحة الله يكون فعون للخص بتطلع اللعبة كلها بتطلع نار بموقعها خلاص ما فهاش زارس انت المباراة دي هي اللي بتقربك وهي اللي بتوريك بتوريك انت رايح فين وكان لازم النادي الاهلي يكسب المباراة دي عشان خاطر يقرب المسافات لان في الفترة الاخيرة الناس كلها الاتجاه بتاعها بيرامدز هياخد الدور الكرة الكرة ما فاش كده جماعة الكرة ما فاش كده خالص لحد اخر دقيقة طول ما انت قريب من المتصدر اللي هو بيرامدز انت بتضغط عليه طول ما انت شغال كويس وبتتمرن كويس ونازل مركز انت كل ده انت عامل ضغط مع احترامي الامكانات دي عدهم عندهم لعيبة كويسة بصراحة الشيبي ومصطفى فتحي وفخر لقاي اكتر من كذا لعيبه وليدي الكارتي عندهم لعيبة بصراحة محترمة لعيبة كرة بس هنا بقى خبرة لعيب النادي الاهلي هي اللي بتحدد الموقف تواجد الجماهير هو اللي بيحدد الموقف تشجيعه للعيبة واسرار اللعيبة هو ده اللي حبنتكلم عليه كان فيه اخطاء دفاعية للنادي الاهلي من عبد المنعم عبد المنعم لما بيركز وبياخد الامور بقوة بيفرض شخصيته في المعلقة انا بحب عبد المنعم جدا بس لما بياخد الشخصية بتاعته شفتوا كنت لو انجناس كثيرة جدا كانت بتحب واقل الجمعة واقل الجمعة ما شاء الله كان من الصخرة بيلعب على قد الامكانات بتاعته على البنان الجسماني بتاعه مركز على الكرة ما بيتفلسفش زي ما بيتعال هو دي الامكانات بتاعته عشان كده من افضل المدافعين في تاريخ مصر وفي افريقيا لان هو كان مقاتل جوا الملعب بصراحة كان لعب هايل عشان كده بقى اول جمعة الفرق طبعا عبد المنعم عبد المنعم عنده الكرة شوية يعني بيلعب كرة حلو بس لما بيركز في الحتة اللي هي بيجمل شوية او بيبقى فيه حاجة عايز يعمل كعب وعايز يعدي وعايز يعمل كده ساعات بتتصعب الامور هو الهدف الاولاني لعب على التواقع هو ورامي ربيع عرامي ربيع طبعا معروف هو دي الامكانات بتاعته مع احترامي بطء مش سريع يعني فيه مدافعين كده تليه سريع بيتحرك واقف صح عبد المنعم لها بعد التواقع عدت راح انفراط هدف طبعا يسأل عنها الشناوي في الخروج بتاعته وانا قبل ما برضو عايز اتكلم على الشناوي بصراحة لان هو مش عاجبني في الفترة الاخيرة في الاخر حسين الشحات حسين الشحات هو همزة الواصل حسين الشحات هو اللي بيفوق لك الفرق وانا قلتها كتير لو الناس تراجع برضو كنت دايما بقول حسين الشحات لما بيلعب اللعب الجماعي بيفوق الفرق بيفوق نفسه بيظهر بشكل كويس وبيطلع من نجوم المباراة وكلنا بنقعد نسقف هو ده حسين الشحات اللي احنا عارفينه وخلص لك الماتش عنده المهارة عنده السرعة عنده تحركات بيشتغل كويس بيوقف صح امتى واخد القرار بيسدد امتى بيرقص امتى بيعمل الوان تو امتى بيخش الجوة الحاجات دي كلها هوا دي امكانات حسين الشحات وسام أبو علي بصراحة جماعة بقالنا فترة كبيرة جدا ما بنشوفش مهاجم بالمواصفات دي لعب كويس وبتحرك وبيقطع وبينزل ولو تلاحظوا كده بقى عنده ثقة في نفسه انا كلعب لما بقى ماشي كويس وشغال كويس وبرده الاعلام بيتكلم عني كويس وبمور بيتكلم عني كويس باكتسب ثقة بخلاف اكتسب ثقة من المدير الفني وبين اول الاعتماد على على وسام أبو علي وسقة مستر مستر كولر ليه بصراحة ده حاجة 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 محترمة هو ده اللي مخليه يظاهر بالشكل ده وبالأداء ده نتيجة تركيزه وهو على فكرة مستر كولر مش بيجامله فهو مستر كولر اداله الثقة والولد اصلا من اول يوم من اول مباراة هو شغال على نفسه وبيتحرك وعايز يزبط وجوده في بعض اللعبة اللي بتيجي بتبقى محترفة زي مودست اللي جي نزل شرب شاي ومشي جاي بيقضيها زي ما بيتقال انا ما بحترمش نوعية اللعبة دي بصراحة احب اللعب حتى لو الامكانات بتاعتك عندك امكانات بسيطة بس الروح عندك جوه الملعب بتتحرك وعايز هو دي الكورة هي دي الكورة عشان كده وسام بصراحة اكتسب احترام الناس كلها احترام الاعلاميين واحترام الجماهير واحترام حتى الجهاز الفني ليه لانه هو مقاتل طاهر محمد طاهر عليه علامة استفام ما عرفش هو ممكن مستر كولر دايما بيعتمد على طاهر محمد طاهر عشان بيدافع طب احنا الناحية الهجومية اخبارها ايه يعني الاخبار الناحية الهجومية دي موجودة ولا مش هنشوفها ما انا عندي امكانات لعيب اه بيدافع كويس ماشي بس هو بدور بتاعك الاساسي ايه انا بهاجم تسديد بسدد اه بيدافع كويس طب ماشي يا جماعة هو هل مركزه مدافع خلاص لعبه لعبه مدافع انا يعني مش بقصو على طاهر محمد طاهر بس خد فرص كتير جدا انت بتلعب في الجزء الهجومي مع حسين الشحات بيلعب في نفس المكان يعتبر مع فرق المراكز بس حسين الشحات شغال على المرمى اه بينزل يدافع بيعمل مهام دفاعية بس هو الاساس بتاعك ايه مدافع انت مدافع يبقى مدافع مهاجم يبقى مهاجم فين شغلك على المرمى فين ادائك ثقتك على المرمى اه طبعا مستر كولر بيعتمد عليه في الجزء الدفاعي بس انا يا جماعة انا مش مطالب منه انه هو يدافع اه كرة اتغيرته كل حاجة بس ازاي ما بكمل الجزء الدفاعي او الدور الدفاعي بتاعي انا بالنسبالي الدور الهجومي الدور الهجومي بالنسبالي يعني انا واحد من الناس كنت اتمنى ان مشاركة احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر من اللاعبة الكويسة جدا واقلت اه افضل اقولها احمد عبدالقادر لو ااخد نفس الفرص اللي بياخدها طهر محمد طهر والله ما حدا هيقعده والله ما حدا هيقعده لعب كويس جدا وعنده حلول كتيرة جدا جوا الملعب بتمنى ما عرفش وجهة نظر مستر كولر في الاول اخر المكسب خلاص بيعدي بس احنا انا بحب دايما اتكلم في الجزئيات اللي هي تشايفها من وجهة نظر احداك تختلف معايا دي براحتك اه زي ما احداك بتتكلم في مستوى لعيب انت ممكن الناس تقولك عمل مباركو انا محدش قاله انه عمل مباركو بس انا انا كابراهيم مثلا ليه وجهة نظر انا بحب اللاعب المهاجم انا عايزك تدور الهجومي اكتر انا عايزك تكسبني انا عايزك تكسبني اه اللعبة لعبة جماعية بس انت تدور الرئيسي بتاعك والاساسي هو الهجوم اه برضو من ضمن اللعيبة اللي انا عايزك تكلم عليها ومش هقول زعلان منه يعني لان هو من اللعيبة الكويس هو امام عشور يعني امام عشور عفكرة من اكتر واحد سنده اكتر واحد دعم لي لان هو مش بدعم لي عشان مجاملة ولا بطبله يعني هو لعيب كويس نتفق نختلف لعيب كويس اه زهر لي مباركو ان هو اعمل لك براحته ايه المشكلة براحته كل واحد حرة جماعية كل واحد ليه النفسيات بتاعته وليه المعنوية بتاعته انا واحد من الناس كنت كل مباراة اعمل لك كنت بينه الشوتين كنت بعمل لك عادي يعني براحته حلو يا امام اللوك الجميل وانا عامله من 2007 عادي يعني عامله من 2007 فحلو مش مشكلة تبسط وينجوي زي ما بيطال كل واحد دي الشخصي ما لعيب العلب كلها بيعملو لكات محمد صلاح في الفترة اخيها غير اللوك بتاعه عادي كل واحد ليه حالة نفسية كده هو بيعتمد عليها وانو كلنا كشباب وكلنا حتى الجيل الجديد وحتى الجيل بتاعنا ما كلنا اشتا يعني الدنيا ماشية وكلنا بننزل نعمل حلاء وبنعمل لك وبنشوف احلى لبس عشان نلبسه والحياة بسيطة هو لعيب كورة برضو يعيش اتمنى ان اللوك ده يغير له المعنوات بتاعته يخرجه برا الضغوط اه وارد عفكة ممكن يعمل لك عشان يخرج برا الضغوطات انت حادك لما تبقى مسلا قاعد في شغلك وزيان اول حاجة بتنزل بتحاول انت تغير من نفسك ان شاء الله تجيب لك تي شيرت تجيب لك شيميز مسلا او تجيب لك بانطلون حاجات دي بتفرق بتنزل تروح عند الحلاء بتعمل بتحلق دقنك بتعمل لك لنفسك عشان خاطر تبقى عندك معنويات مرتفعة شوي فعادي اعمل اما معاشر اعمل نفسك جوه الملعب اعمل امكانياتك طلع الامكانات بتاعتك طلع مستويك طلع الخبرات بتاعتك كل الحاجات دي اعملها انا ما عجبنيش المستوى بتاع المبارير اللي فات بصراحة ممكن عندك ثقة بس السقة كانت زيادة السقة الزيادة دي ممكن تدرك ممكن تخلي الأداء بتاعك يبتدي يهبط وناس كتيرة جدا منتظرة منك ان انت تتقلق مع الناد الأهلي وناس كتيرة جدا منتظرة منك ان انت ما تقديش عشان يعودوا يتكلموا فما تديش فرصة تلعب كويس جدا لو حتى لو اتكلمت عليك وبتكلم عليك على أداءك فعشان دي محبة عشان تبقى كويس لأنك انت من اللعبة الكويسة الكواليتي بتاعك من اللعبة المحترمة من اللعبة الواحد بيستمتع بيها جو الملعب بالتوفيق واتمنى ان الفترة اللي جاية تبقى أفضل عندك المباراة الجمعة اللي جاية مباراة صعبة للنادي الأهلي ومصعبة البيراميدز أكيد النادي الأهلي داخل بمعنوات أفضل بكتير جدا لأنها كسبان المباراة الأخيرة برضو عايز يكسب المباراة لأن كل ما انت بتكسب كل ما بتقرب المسافات برضو من دمن الناس اللي عايز اتكلم عليها الشناوي الشناوي معرفش أنا واحد من الناس هفضل أقولها أنا كان واحد من الناس أنا كنت بتمنى ان استمرار مصطفى شبير استمراره وأنا دي وجهة نظري أنا لو مدير فني هلعب مصطفى شبير أنا هلعب اللي موجود في الملعب هلعب اللي كان موجود معايا وكسبني بطولة وكان ليه دور كبير جدا في البطولة طول الدور الأبطار الأخيرة رقم 12 وكان ما شاء الله متقلق وأنقز النادي الأهلي وكان مركز وكان وحش وحش في الملعب فما ينفعش أن أنا أبعده أبعده لو مستوى قل ده الكلام ده كمان مش من مباراة وارد أن أنا النهاردة ما بقاش موفق بس أبعده مثلا لو لعب 4-5 مطشات مثلا وحش بعد كده ابتدي حزبه لازم أقعده في الوقت ده عشان يبتدي يرجع تاني أما أن أنا بقى في ظل في الإمكانات بتاعتي في أعلى إمكانات لي متقلق ومكسر الدنيا والجمهور كله بيتكلم عني وأنا عندي ثقة ما بيني وبين اللعيبة وزميله بقى بقيت زي كده بقيت قائد جوه الملعب هو القائد مش بالشرط الكابتن هو القائد بلغة حواره مع زميله ومدفعين وبيتكلم وبيوجههم بصراحة كان لازم يكمل وأنا بقول ده أفضل وقت أن مصطفى شوبير يرجع تاني مع احترامي للشناوي الشناوي يا جماعة حرس مرمى كبير وأفضل حرس مرمى في آخر عشر سنين ما حدش يقدر تكلم وعمل إنجازات مع الأهلي وبطولات وكان مستوى كويس جدا مع المنتخب ومع الأهلي دي ما حدش يقدر تكلم فيها بس أنا بتكلم عن الفترة الأخيرة كان لازم مصطفى شوبير هو اللي يكمل وأعتقد أن الوقت ده جي أن مصطفى شوبير يرجع تاني حقه حقه أنا مش بتكلم خارج الحدود زي ما بيتقال لا أنا بتكلم ككورة وكملعب ما يعودش دي هو وجهة نظري أخطأه كتير جدا في الهدف الأولاني خروجه غلط الهدف الثاني يسأل عنه خروجه غلط برضو وعدم توجيهه لزميله أنا شفت الكورنر اللي تلعب يا جماعة اللعيبة وقفة ست اللعيبة وقفة فوسط اتنين مهاجمين حتى كشنو ما وجهش اللعيبة مثلا يروح يقفل مع حسين الشحات اتنين على واحد طبيعي إن انت لما هيبصيها لللي عده من وراه لما هيعدك كده وما عمل الكروس وده اللي حصل تعمل الكروس جول كانت ممكن تأخر النادي الأهلي وكانت ممكن تبعد النادي الأهلي عن المنافسة لو الأهلي خسر برضو من ضمن اللعيبة اللي أنا عايز أتكلم عليها وانهل بيه الحلقة وهو أفشا أفشا مالك القضية وهولها تانية وهو قاعد عالدكة بيبص في الساعة بتاعته عفجرة أنا واحد من الناس لما كنت مثلا في فترة مثلا ببقى مصاب وبرجع مثلا عالددكة مثلا فكنت دايما بحب أبص على التايم أنا واحد من الناس بحب أشوف الوقت مثلا سيئة أنا هنزل أخر ربع ساعة تلت ساعة لو أنا مصاب الحمد لله كنت على طول أساسي أفشا من نوعية اللعيبة اللي قاعد مركز عايش مع المباراة بيشوف التحرك أحمد سامي بيشوف أحمد الشناو بقى فين بيشوف التمركز بتاعه لو تلاحظوا كده أول ما نزل بصة كان بصة راح تنمين ابتدأ يخش جوه بيعرف يقف صح عنده رؤية للملعب واللعيبة اللي وقف الخصم بتاعه بيقف فين وبيتحرك فين وده اللي هو عمله هو قاعد على الدك أنا بحترم اللعيب اللي قاعد على الدك كم تابع الماتش بقاعد كده متعايش عيش مع الماتش شوف الخصم بتاعك بتحرك فين أو في المكان اللي انت هتنزل فيه تقدر تستغل الصغارات وده اللي حصل ابتدأ ينقل ابتدأ يخش في نص الملعب مسك الكرة لعبها لعبها ناحية الشمال كل ده الكام ده أنا بتكلمكو في خمس دقائق أو سبع دقائق ابتدأ يقرب للمرمة ابتدأ يعمل مساحة نفسه إزاي يقف مايبقاش لعيب قدامي عشان خاطر يبقى مواجه للمرمة فطبيعي الكرة جات له أول قرار خده خلاص ما أنا عندي المساحة بوضع ما كانش فيه حتى ممكن أحمد سامي هو اللي حاول يعمل عليه بلوك يعني بس أنا واخد القرار بالتزديد ناس تقولك تزديد أسهلة جون تخلص الماتش ما فيهش يزار إن شاء الله تكون رايحة قد كده مش جون خلصت ماتش ماه لو لو هي كده تبخيز بقى يبقى كيتلعب تبيرميز بقى ما تزعلش ولا حد يعمل دباغه كده ولا يوعد على الأرض ولا يزعل ما دام هي بقى مش جون دخلت الشبكة أي إن كان بقى إن شاء الله يكون مفيش حال سمار مواقف مش جون خلصت ماتش وثلاث نقط ورفعت المعنويات ورفعت الشخصية النادي الآلي جون جون حلو مش وحش عفيقة هو قرار موضوع بقى إن الشناوي مش مستعد أو واقف غلط دي ما إحنا أمان إحنا يعني مثلا كابراهيم مثلا أقفش قبل ما شوط أقول لله تعالى الشناوي كده أقول لله شوط في الحيطة دي فتعالى قرب أنا أخدت أنا أخدت الكرار المسل الناس دي اللي يعني وفي نفس الدية وفي نفس التويد وفي نفس المكان أنا أعرف إن الموضوع مزعل حتى الناس بتتكلموا لك إعادة إعادة إيه عشان جون دا يعني لا ماتش مش هتعال جون خلاص وخلص الماتش ونشوف بقى الماتش اللي جاي فأنا بحب اللاعب اللي نازل مركز وعنده ثقة في نفسه عشان كده أفشة ممكن تليه بيبعد بس سبحان الله عشان مجتهد وبيشتغل ومركز بتلاقي ربنا يكرمه هتلاقي حتى الفترة اللي فات اللي كانت الناس زعلنا منه سبحان الله عشان هو من جوة قلبه كده هو عايز بقى كويس مركز ممكن واحد تاني على فكرة يحصل مشاكل ما بينه باللعيبة أو بعض الجمير تزعل منه وييقس وتلاقي عامل كده يبقى قاعد عددك عامل كده مريح هو عايز يثبت وجود وأنا بحب الشخصية اللي هي القلب دي اللي هي لا أنا هثبت وجوده هبقى كويس وحتى لو المدير الفني ما بيلعبنش من البداية بس أنا هثبت له سبحان الله نزل جابها قاضية زي ما بيتقال هو ده عشان كده أفشى من اللعبة الكويسة ومركز وعشان كده دايما بيكتسب احترام الجميع بيكتسب احترام الجماهير والنقاد والحتى الاعلامين واللي بيكتهد استحالة ان انت تتعب وتكتهد وتشتغل على نفسك وربنا ما يوفقش الاستحالة طول ما انت بتكتهد وبتتعب ومخلص للمكان اللي انت قاعد فيه ومهما الضغوطات اللي عليكم ومهما المشاكل اللي بتحصل هتلاقي سبحان الله ربنا بيوفقك ومش مش مجرد اللي هي يعني التوفيق مرة واحدة لا هو استمرارية عشان مركز وقاعد وعايش مع المباراة وعايز افرح جمهوري وعايز افرح اسرتي واخواتي واهلي وعايز افرح الناس اللي بتحبني عشان كده قافشة دايما هو اللي بيخلصها وهنا انتهت حلقتنا من زا ديفندر ان شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة قريبا تحياتي لكم ابراهيم سعيد